واحد من اهم لعيبي النادي الاحلي و واحد من اهم لعيبي مصري بشكل عام في مركزه و محمد عبد المنعم لم يكن اهم لعقف في مركزه يعني الاحلي زه هيقدر يعود محمد عبد المنعم خلينا كن صراحة صعب جدا تعويض محمد عبد المنعم بنسبة 100% محمد عبد المنعم من امكاناته ال inquality ومقاومات بتاعته مختلفة تماما عن معظم اللعيبة حتى بعد تدابات النادي الاحلي ولكن انante ممكن تجيب حد يسد مكان محمد عبد المنعم ومع الوقت مع دخوله جوا منظومة الاحلي تلاقي اللعيب ده كويس. وهنا أنا أقصد يوسف أيمن اللعيب القطري المصري اللي جاء من الدوحيل القطري. وقبل ما نتكلم عنه بالتفاصيل أعوز أحكي لك حاجة. يوسف أيمن سافر مع والده ووالده كتشتغل في قطر وانت عافنا كنت عايش قبل كده هناك. في هناك أكاديمية اسمها أكاديمية أسباير. دي من أكبر أكاديميات التفاوق الرياضي في العالم. تمام؟ دول بيعملوا بياخدوا اللعيبة المميزة كريم بيعيشوا جوه الأكاديمية دي وبيطلعوا بس في لويك اند الأهليهم. بيعيشوا جوه الأكاديمية دي. تمارين كل يوم ودراسة كل يوم ومذاكرة كل يوم وكل حاجة جوه الأكاديمية دي. يوسف أيمن مشي من راح من أسباير راح على الدوحيل. الدوحيل فضل يعيروا راح أبل جيكا رجع بعد كده راح قطر القطر يتقلق معهم بشكل كبير جدا لغاية لما بقى واحد من النجوم الأساسيين في منتخب قطر. عاوز أقولك دي أرقام يوسف أيمن السنة اللي فاتت. راجل شارك في 15 مباراة من أس 22 مباراة. أحرز هدفين من راكلتين راكلتين. هنا دوري أبطال أسيا شارك الست مباراة وهنا دي النقطة أن انت لما تيجي تلعب في نادي زي النادي الآلي أنت مادل تنفسيتك جاية منين؟ فلما ملعب بالدوري أبطال أسيا ولعب قدام سادي ومانيا ولعب قدام كريسيان والدعاء قدام النصر كان ماتش جامل جدا خلص أربعة ثلاثة فبتتكلم أن الراجل الميزة بقى هنا اللي بنتكلم عليها بحباق ابن نامي الراجل ده بيعمل في الماتش الواحد خمسة ونص تمريرة طويلة في المباراة. خمس أعلى لعب في الدوري القطر السنة اللي فاتت. التمريرة الطويلة لأن انت مهم جدا في طريقة لعب مارس الكلور تسع أعلى لعب في الدوري القطري في كل لعيبة الدوري القطري اللي فيه لعيبة كتيرة جدا أقول لك اسمين بس فيراتي وكوتينيو بلعبوا في الدوري القطري عشان تعرف بس هنا بقى القصة إزاي ممكن يوسف أيما ممكن يعود محمد عبد المنعم؟ يوسف أيما هو لعيب شبيه شوية لمحمد عبد المنعم بياخد الرزق ما بيحبش يشتت خالص ولا يشلت الكورة الرجل دايما بيحب يطلع الكورة في رجلة أو يلعب على الحد وده اللي هنشوفه باللاطات وعشان كده بس يرجى عدم المقارنة مع محمد عبد المنعم لأي حد يجي يلعب في النادي لها تنويه قبل المشاهد ده 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 لازم أنا قلت يرجى بحد الشاب أعالي من 18 سنة حاجة شوف الفيديو يرجى بعدم المقارنة تعني التفرج الأولى على استخلاصات الرجل يلا على طول بس معادي دي معادي دي أس معادي إليك عشان لسه رجل مميز جدا في الاستخلاصات اللي عليه السبوت ده هو دايما هو ده يوسف أيمن هتشوف نمشي كور بقى وحنا من الكلمة أول ما الكورة هتلاقي الرجل بيزق بيجري مميز جدا جدا يوسف أيمن أنه هو يقدر يعمل التاكلينج بقوة كبيرة جدا وبياخده الكورة مش بس بيعمل فلأ بياخده الكورة من غير ما يعمل فاول بيقدر يطلع الكورة صح زي ما انت شايف هنا دي كانت واحدة في مبارات قطر وقدام نادي الدحيل اللي كان لسه نادي الدحيل عارو كور كتيرة برضو هتلاقيها موجودة هنا برضو نفس الكلام واحد على واحد وازاي الرجل بيطلعه بره الملعب وهيحاول يرقص وبيطلع بره الملعب بيعمل تاكلينج لما تشوف الزاوية العكسية قوة الاندفاع بتاعت يوسف أيمن هو أكتر شيء بيميزه الانترسبشن أو الشغل الاستباق انه هو ازاي يتوقع الكورة ويزبقها او ان هو بيقدر يعمل التاكلينج بوس هنا كريم من الزاوية القريبة الراجل بيحاول يرقص ولكن دايما بيطلعه الجوة الملعب ولما تشوف الجنب بتاعه او التاكل بتاعه هتلاقي الجنب عالي جدا بقوة كبيرة جدا انه هو ازاي يخد الكورة دي ميزة عند الراجل موجودة في التاكلز فيه صور كتيرة جدا من نتكلم عليها بس انا حاوز اكلمك في حاجة تانية في الديئة الفضلالي لو نجيب الحالات التانية وهي ان ازاي الراجل شبيل محمد عبد المنعم انه هو الحتة بتاعة الثقة في النفس اللي الناس هنا بتاخدها ان هي غرور او تعالي على الكورة هو ده استايل لعيب وبالمناسبة محمد عبد المنعم يطلع بره وان شاء الله يطلع بره يروح في فرنسا عشان استايل محمد عبد المنعم بنفس الطريقة دي لو نشوف الحالات التانية هي دي اعتقد الحالات التانية هتشوف هنا كريم بص الراجل أول ما هيعمل التاكلينج وهياخد الكرة من الراجل بتاع مواجم نادي الوكرة عمل تاكلينج العادة قوي جدا هياخد الكرة وبعدين دايما هيطلع بالكرة صح نفس الكلام هنا الكرة دي برضو هنا دي بقول لك على الشغل الاستباقي أنه دايما بيحاول يسبق الراجل المواجم يتوقع بشكل كويس جدا بص كريم خد الكرة وزق الكرة آخر حقا دي بس هياخد الكرة هيجي على الطرف هيرقص الراجل وهيصنع هجمة وهيصنع هدف لنادي قطر القطر لما كان معين لي من الدحيل فإذا احنا منتكلم على العيب مهم جدا هيكون موجود مع النادي الآن